اشتركوا في القناة المستقبل هنبدأ من page 88 صفحة رقم 88 تشوز the correct answer اختار الإجابة الصحيحة ودي تدريبات على unit 7 الواحدة السبعة when these headphones لما سماعات الرأس دي here another language بتسمع لغة أخرى they can space it into your language ممكن تترجمها اللغتك يترجم يعني translate number two this invention الاختراع ده can space you into the air at the speed of a fast car ممكن يدفعك في الهواء بسرعة سيارة سريعة يدفع يعني push number three space are like planes زي الطيارات but they do not have wings هاجا زي الطيارات بس ملهاش أجنحات دي الهليوكوبتر الطيارات الهليوكوبتر number four some people بعض الناس think بتعتقد that online shopping انت تتسوق عبر الانترنت a time and money بيوفر الوقت والنقود يوفر يعني saves number five I think I am اعتقد اننا space to my phone اننا مضمن لتليفوني مضمن يعني addicted number six to do something ان انت تعمل شيء space means وزاود من غير تخطيط or wanting to do انت بس ايه او انت عايز تعمل الحاجة دي بتعملها من غير تخطيط يبقى بتعملها بالخطأ by mistake number seven our friends اصدقائنا sent us some photos بعتولنا بعض الصور الفوتوغرافية on a media على وسائل التواصل الاجتماعي social media number eight the door was very heavy الباب كان سقيل جدا so we had to it open عشان كده احنا كنا مضطرين ان احنا نسحبه عشان خاطر يفتح يسحب يعني بول number nine that new hotel الفندق الجديد ده looks a I really don't like it انا بجد مش حبيت الفندق ده طب يبقى الفندق ده nice لطيف beautiful جميل amazing مذهل horrible الفضيع طبعا كل دي صفات ايجابية وانا بقول ما انا محبتش الفندق يبقى الفندق ده horrible فضيع دي الصفة الوحيدة السلبية لان هو مش بيحب الفندق number ten it's not a good a to play games late at night يعني مش فكرة جيدة ان انت تلعب رياضة فوقت متأخر من الليل it's not a good idea number eleven I think people اعتقد الناس will visit other planets هيزوروا الكواكب الاخرى one day في يوم الايام but it is a to go to the sun لكن مستحيل ان هما يروحوا للشمس مستحيل يعني impossible number twelve the road الطريق is not big enough مش كبير بشكل كافي four cars للسيراء but you can go down لكن انت ممكن تسير في it on a or an a ممكن بس تمشي في او يعني تمر في الطريق دوت عن طريق ايه الموتور بايك بالدرجة البخارية بس لان الطريق ما يسعش عربيات ممكن يسع درجة بخارية number thirteen we all a the choice to either do to online shopping or go to shops يعني احنا دايما عندنا الاختيار ان احنا لاما نتسوق عبر الانترنت لاما نذهب الى ايه الى محلات يبقى we all have the choice لدينا الاختيار number fourteen I spend hours انا قدت ساعات watching videos online بشاهد فيديوهات على الانترنت and now I have والوقتي انا عندي صدو عندي headaches الصفحة اللي قدامها page 89 صفحة رقم 89 ميكملين في سؤال الاختيارات number fifteen if I help my mother لو انا ساعت امي at the week end في عطلة نهاية الاسبوع she'll a more free time هي هيبقى عندها المزيد من الوقت احنا خدنا في الجزء دوت من language من grammar قاعدة f الشرطية الحالة الاولى اللي هي بيجي بعدها مضرع بسيط والناحية التانية بيجي will will مصدر بمعنى حاجة لو انا عملتها في الوقت الحاضر هيترتب عليها حاجة في المستقبل فانا اول ما حل الجمل اللي فيها f بحط عيني عليها اجيب بعدها مضرع بسيط والناحية التانية بيجيب will will مصدر طيب لو انا ساعت ممتي في عطلة نهاية الاسبوع هيبقى عندها more free time المزيد من الوقت طيب will قلنا بيجي بعدها الفعل في المصدر يبقى she will have سيكون لديها more free time المزيد من وقت الفراغ number 16 i will use the internet انا هستخدم الانترنت ايه i am free لما اكون ماورايش حاجة ما اكون فاضي طيب عندما يعني win win برده قاعدتها هنا زي f بالزبط بيجي بعدها مضرع بسيط ونحية التانية will والمصدر number 17 if i a all my exams لو انا ايه في كل الامتحانات i l b ها بي هكون سعيد لو انا نجحت في كل الامتحانات هبقى سعيد بحط عيني على f بيجي بعدها المضرع بسيط ونحية التانية will will والمصدر هو جاي will will والمصدر يبقى هنا عايزة مضارع هو ايه المضارع البسيط ده مع كل الضماير بيجيب الفعل في المصدر مع هيو شو قيد بحط s او اي s او اي s حسب ايه حسب ما ايه حسب الفعل طيب يبقى if i i اي انا يبقى هيجي بعدها الفعل في المصدر في المضارع يبقى if i بس لو انا نجحت في كل الامتحانات هبقى سعيد number اه اي تين who will i talk to if i anyone at the school يعني انا لو مش عارف هد في المدرسة هتكلم مع مين طيب عيني على if اهي طيب هجيب بعدها مضارع بسيط ونحية التانية will والمصدر يبقى who will i هتكلم مع مين if i don't know anyone لو انا ما عرفش اي حد at the school في المدرسة طيب number 19 people الناس who are addicted to eating sweets الناس المضمنة للاكل الحاجات الحلوة a try eating fruit instead يعني ينبغى عليهم ان هم يكلوا فكهة عوضا عن ذلك يعني بدلا من ذلك طيب يبقى اي ينبغى ام اسمها اي should طيب بعد كده number 20 we want to go to the beach احنا لن نذهب للشاطئ اللي عندي هنا want d اللي هي يعني اللي هي will not ماشي اللي هي اي يعني لن يعني تمام دي بتسوي ايه لن طيب we want to go to the beach احنا مش هروح الشاطئ this weekend عطلة نهاية الاسبوع دي if it a very windy لو كان التقص عاصف جدا او في رياح شديدة طيب ادي اف اهي فين اف اهي جاء اي جاء اي جاء بعدها هي المفروض يعني يجي بعدها المضارع بسيط والنحية التانية والاول نط ايه والمصدر طيب يبقى المضارع هنا if it هتاخد is في المضارع if it is very windy مش هروح الشاطئ لو الدنيا فيها رياح كتير طيب 21 21 what a eat if i don't like the food يعني هاكل ايه لو انا ما عجبنيش الاكل طيب عيني على اهي بعدها المضارع بسيط يبقى انح التانية في will والمصدر يبقى ايه what will i طبعا ده سؤال فانا طبيعا ان بعد اداة الاستفاهام بجيب الفعل المساعد والفعل طيب number 22 22 you a a parent or teacher if you feel worried about something لو انت كنت قال انا حاجة اه يعني اخبر ايه احد من والدك او مدرسك يبقى you a اسمها دي بقى مصيحة بقى you should tell ينبغي عليك ان انت تخبر طبعا قاعدة f ممكن برضا كنحة التانية بدل will والمصدر تبقى شود والمصدر ما يكون بايه بعبر عن مصيحة number two complete the sentences with the correct form سؤال التصحيح زا ماشين الآلة won't able fly very high يعني الآلة مش قادرة انها تطير بشكل ايه عالي طيب يبقى هنقول ايه won't be able to fly be able to fly يعني الآلة مش قادرة تطير ايه عالي جدا طيب number two i hope they build the lots of this in Egypt يعني امل ان هما يبنوا المزيد من ذلك في مصر طيب اه او من هؤلاء في مصر طيب عندي هنا i hope بيجي بعدها يعني ايه will والمصدر i hope زي will build طيب number three if i go to the shops لانا انا رحت المحلات i spend a lot of money هصري الفلوس كتير طيب ايه بعدها مدارة بسيط يبقى نحي التانية والو من مصدر هيبقى better spend تبقى well spend سوف ايه انفك number four mona will look online for a new phone يعني هنا هتبحث في الانترنت على تليفون ايه جديد when she get home لما ترجع البيت when d زي if بالزبط بعدها مدارة بسيط والنحية التانية والو المصدر تمام بمعنى ايه عندما طيب هنقول ايه بقى she قولوا انتم she ايه she get مع هيو she get في المدارة البسيط بضيف s في الفعل هي مع هي هتدور او هتبحث عام تليفون عبر الانترنت هتشتري تليفون يعني online لما تروح الايه البيت if you see people being هربوا لو فيه ناس فضيعة في الانترنت online لو انتم شايف ان فيه ناس سيئة يعني you tell your parents ينبغى عليك ان انت تخبر والدك يبقى نقول ايه should tell طبعا ايه هنا فيه ايه نصيحة دات should tell طيب number six i predict انا بتنبئ that the wizard ان التاكس not get hotter in the future يعني التاكس مش هيصبح ساخنا في المستقبل يبقى هنقول ايه won't get number seven if we want to stop climate change لو احنا عايزين نقلل التغير المناخي we reduce pollution ينبغى علينا ان احنا نقلل من التلوث يبقى ايه هنقول should reduce منبغى علينا should reduce طيب بعد كده number eight if you be worried about something online لو انت الان من شيء عبر الانترنت you should tell someone يعني بغى ان انت تخبر شخص ما طبعا عندي هنا المفروض بي دي لما بتيجي يا ولاد بيبقى في المضارع ام او اذا او ار وفي الماضي was aware طيب if you هنا في المضارع الكلام يبقى هتاخد ايه هتاخد you ايه or لو انت الامن شيء في الانترنت اخبر ايه حد كبير بقى وحد من والديك او من معلمينك number nine i think اعتقد there not be many corrections in my english homework يعني انا بعتقد مش هيبقى عندي تصحيحات كتير في واجب الانجليز بتاعي يبقى won't be مش هيكون فيه number ten what will the teacher say هيقول ايه المدرس if i not understand the lesson لو انا ما فهمتش الدرس طيب ايه هي what do you will المصدر يبقى هنا هنقول ايه بقى كلام في المدارعة يبقى don't understand don't understand طيب number eleven who meet me at the airport if the plane's late من هيبني في المطار لو الطيارة اتأخرت طيب عندي ايه فهي تجيب بعدها مدارعة بسيط النحية التانية هيجي will والمصدر يبقى بدل meet بس تبقى will meet will meet من سيقابلني لو ايه اتأخرت الطيارة وبكده نكون انتهينا من حل صفحات رقم 88 و89 من ملحق كتاب جيم تاني عدد ترم تاني انتظرونا في حل باقي التدريبات ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته